الممتازين هذا عمل الواجب وبعتوه شفته الحصة اللي فاتت مبارح بعد ما حصة خطت على الشاف كان فيه بس روان كانت عندها خطب هقولها عليه ان شاء الله وكان فيه ولاد تانيين بعتين الواجب كان كله صح ما شاء الله هي بس كان فيه غلطة بس بسيطة كده ولو أتيح لنا نحن نراجع الواجب كله مع بعض آخر الحصة بإذن اللي هنعملها لا بد أن ندرك أهمية الوحدة وقيمتها في حياتنا ثم التخطيط السليم هو أساس النجاح في الحياة التخطيط السليم هو أساس النجاح ثم أهمية الوعي ونشر الوعي ومتى يفيق الناس ويستيقزوا إلى ما يحيط بهم من أخطار وهذا دور المتعلمين المخلصين ثم لا بد أن تدرك أهمية مصر وعظمة شعب مصر بين غيره من الدول العربية جماعة الإصلاح والوحدة طبعا التي يترقصها التاجر العظيم أبو بكر القماش الرجل المخلص الوطني الذي طالما يتوجه أو يزور نجم الدين ليتابعه كل الأخبار الجديدة أولا بأولا فجماعة الإصلاح والوحدة وصل إليهم خبر نجاة نجم الدين من الأسرة الذي وقع فيه عند داود كنا أن داود استطاع أن يخدع بمعاونة ورد المنى والنور الصباح استطاع أن يخدع نجم الدين وشجر الدر وأبعد عنهم الجنود في أزرام ثم أسر نجم الدين وشجر الدر ببقى على بغلتين بدون سرجن أو لجان وهذا يدل على الإهانة لشجر الدر والإستهانة بهم ونجم الدين طبعا ثم ظل نجم الدين سبع شهور تحت رحمة حراس غلاظ شدهة ليس معه سوى شجر الدر تسليه وتخفف عنه ما يشعر به من أسى ومن حزن وعرض عليه داود عرضا كبيرا جدا نصف مصر ونصف المال ونصف الخيول ونصف الأموال ونصف الثياب بالإضافة لدمشق وحلب والموصل والجزيرة ونصف ديار بكر وغيرها وطبعا سمن بغز جدا أكثر من نصف المملكة مقابل أن يساعد نجم الدين في الوصول إلى حكم مصر ووقع نجم الدين هذا العرض حتى يتخلص من أسر بأي طريقة ثم بعد ذلك يتوجه إلى مصر مصر ولكن وصل الخبر أيضا كما وصل إلى جماعة الإصلاح والوحدة فهو فرح بهذا الخبر وصل أيضا إلى سوداء بنت الفقير فزعت سوداء وجامعة الكواد والأمراء وقالت ألم أكل لكم لا تخرجوا داود وأقوه في مصر ومنوه الأماني ألم أكل لكم أن داود خطر علينا ولكن لم أتركه ينجو بفعلته وقامت بتجهيز جيش يخرج على رأسه العادل إنها من مصر وأرسلت إلى الصلاة إسماعيل تهدده وتحذره بخطورة الاتفاق الذي تم بين نجم الدين وبين داود وخطورة هذا الاتفاق عليه فبالتالي لابد أن تخرج أنت أيضا بجيش وهذا بالفعل ما حدث قرب نجم الدين في الطريق إلى مصر وعندما وصله خبر هذا الجيش شعر بالخوف أما جماعة الإصلاح والوحدة فلما هزهم الفرح وأقبل بعضهم على بعض مهنئا اتفقوا على أن لا يبقوا مكتوف الأيد هو الجيش مصر وبيوش مصر أصبحت في يد سوداء بنت الفقية تتحكم كيفما شاءت تؤلي من شاءت وتعزل من شاءت وتحارب من شاءت اتفقوا على إشعال ثورة عنيفة في مصر حيث يخرج العادل للقاء نجم الدين تجبر هذه الثورة العادل على العودة سريعا دون مواصلة السير إلى نجم الدين ثم اتفقوا على خروج الناس خروجهم ليدعون الناس سرا على ما اتفقوا عليه اللي هو تشب ثورة عنيفة تجبر العادل على البقاء في مصر ثم أخذوا يبصرون الناس يعني يعلمون الناس بما يجب على الشعب أن يصنعه للتخلص من الحكام الجائرين ويبينون للناس أن البلاد ملك للشعب وأن الحاكم نائبا عن الشعب يقام عدلة فإن ظلم أو انحرف وجب خلعه وتولية من يصلح وأن السكوت على جور الحكام لا يكره الشرع بل يعتبر الساكت على الظلم شريكا له في هذا أصل هذا ما اتفقت عليه جماعة الإصلاح والوحدة تمام يا روان كان فيه خطأ بس بسيط كده الحصة اللي فاتت هنرجو مع بعض إن شاء الله تعقوله لك تمام غير كده كان كله صح كان الكلمة عرب بس دقريبا شكرا أشكرك بصراحة على اهتمامك وعلى مصبطك وعلى إجابتك وتفعلك على طول دكتور بسمالة طلبة دكتورة بسمالة تبقى لك كم حصة كده غيبة ما شوفت كيش تمام فأرجو أن انت يعني من الطلبة طبعا اللي مصبين واللي بيجاوبوا على طول واللي شغالين كويس متفاعلين جدا في الشات وفي الواجب وكده يعني غيابك بيكون ملاحظة دكتورة حكم الشرق في الحاكم الجائر وفي من يسكت على ظلمه هذا ما اتفقوا عليه جماعة بس نحو الوحدة أن يبصروا الناس بحكم الشرق في الحاكم الجائر حكم الشرق في الحاكم الجائر يجب خلقه وتولية من يصلح ده الشرق سيدنا أبو وكر الصديق لما وقف قال أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن أصيت الله فيكم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فحكم الشرق خلع وعدم طاعة الوالي الفاسد وليس هناك أفسد من داود فحكم الشرق في من يسكت على ظلم الوالي الفاسد طبعا يعد شريكا له في هذا الظلم خروج العادل للكاء نجم الدين كي يواجه نجم الدين من أمامه والصالح إسماعيل يهجب من خلفه فيحصر نجم الدين بين نار العادل وبين نار الصالح إسماعيل فلا يستطيع نجاح ولا يجد مهربا من هذا الأمر ثم اتفقوا ديكوت على أسئلة ثم اتفقوا على خلع العادل والقبض عليه وإرسال بعض الأمراء سال بعض الأمراء والكبراء إلى نجم الدين يحثونه على الإسراع بدخول مصر ويطمئنونه بما يرون من الشعر من الذين اتفقوا؟ وعلى أي شيء اتفقوا؟ وما مبرراتهم في ذلك؟ طبعا ومبرراتهم في ذلك؟ يعني هم ليه اتفقوا على إنهم يعملوا كذا؟ ليه اتفقوا على خلع العادل؟ مبرراتهم طبعا في ذلك فساد العادل ولهوه وعبته ثم انصرافه عن شؤون الدولة واحتجابه عن الناس فما طبعا بيقدموا للناس احنا ايه السبب في أننا عايزين نخلع العادل؟ فساد العادل ولهوه وعبته انصرافه عن شؤون الدولة الاحتجابه عن الناس محدش بيشوفه محدش عارف يتظلم له محدش عارف يتكلم معاه ثم تركز امام الأمور للحاشية تتجرأ باسمه على الاثم وارتكاب الجرائم وتفرد ما تشاء من الضرائب إذن أصبح كل الدولة في ضمق وفي أزمة كبيرة بسبب العادل وحاشية العادل ثم انفاق أموال الدولة وتبزيرها على السمار السمار اللي هم اللي بيصهروا بالليل في القلعة مع العادل والمضحقين والعابثين والراكسين الذين تمتلئ بهم القلعة من أول الليل إلى مطلع النهار هذا بعد أنوى الله سبحانه وتعالى الرعية وجعله مسؤول عن هذه الرعية أمام الله وأمام الناس بدأ ينصرف إلى الخمور والجواري وغيرها من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى أحسنت يا دكتورة باسملة أحمد أصحاب معلهم السلام تمام ما الاتفاق الذي تم بين سوداء وصلة إسماعيل وموقف نجم الدين عندما علم بهذا الاتفاق طبعا الاتفاق الذي تم كان بين سوداء وصلة إسماعيل عندما طلبت منه سوداء بنت الفقي أن يهجم أو ينقطع على الصالح على نجم الدين من الخلف بجيش دمشق بينما يواجه جيش مصر من الأمام فيحصر بينهما فلا يستطيع النجاح ولا يجدوا مهربا أما نجم الدين عندما علم بهذا الموقف أو هذا الاتفاق بين نجم بين الصالح إسماعيل وبين سوداء خاف وفزع فزعا شديدا فزع فزعا شديدا وأخذ يفكر كيف يخرج من هذا المأزق الصعب ثم هونت شجر الدر عليه ما أصابه حيث قالت له لا أظن يا مولاي أن شعب مصر يسكت على العادل وعبثه وقد حدستني يا مولاي طويلا عن هذا الشعب العظيم وخصائصه الجليلة وكيف أنه يصبر ما يصبر ولكنه لا يسكت عن حقه ويهدأ ويهدأ ولكنه لا يستكين لغاصب ولا يذل المعتدل هذا رأي شجر الدر في شعب مصر وهذا هو شعب مصر وهذه ثمات شعب مصر على مر التاريخ كان داود يفكر في الثمن الباهز الذي سيقبضه إذا جاء إلى مصر هو اتفق على أنه هيأخذ حلب والموصل والجزيرة وديار بكره ونصف ديار مصر ونصف السياب ونصف 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 وحاجات كثير قوي كده هو داخل مصر دماغه مشغولة بهذا المقابل الضخم والصفقة الضخمة التي سوف يحصل عليها داود مقابل وصول نجم الدين إلى مصر تحرك موقب نجم الدين واتجه إلى مصر بعد وصوله إلى العريش بيوم واحد والعريش هي البوابة الرئيسية لمصر من جهة الشمال الشرقي ويتعتبر من أهم المنافس لمصر ثم رأى نجم الدين دخل نجم الدين إلى المصر وهو يسير كان كلما ذهب إلى بلد كان يخرج أهل هذه البلد يقابلون نجم الدين ومن معه بالترحاب وكان نجم الدين ما زال خائفا إلى أن قابله إذا أن قابله أبو بكر القماش والأمراء الكاملية وأبلغوا بما اتفقوا عليه من خلع العادل والقبض عليه ويعاون في ذلك الجيش لأن الجيش طبعا الأمراء الكاملية كان شايفين وضع الجيش عامل إزاي وهم اللي كانوا متولين قيادة الجيش فأصبح العادل يعزل من يريد ويولي من يريد من الفاسدين فعزل قيادات الجيش التي ولاها الملك الكامل والتي ولاؤها كله لنجم الدين لأنهم يعلمون أن نجم الدين هو الأصلح وبالفعل بعد غد كان نجم الدين يقطع الطريق مشمرا إلى مصر ومهو أبو بكر القماش وأمراء المماليك وبعض كبار مصر وداود صاحب الكرق يفكر في الثمن الذي سيقبضه كما كنا يبقى تحرك نجم الدين بعد وصول العريش بيوم واحد ووصل نجم الدين وشغر الدر والموكب إلى أن دخل منطقة تسمى منطقة الرمل منطقة الرمل ومنطقة الرمل بين العريش والعباسة مش العباسية العباسية دي في القائرة بين العريش والعباسة فقابلتهم وفود مصر محيية ومهنئة ولم ينزلوا منزلا إلا قدم عليهم طائفة من الأمراء ومن الشعب يهنئون نجم الدين ويكبرون ويرفعون السيوف احتفالا بنجم الدين الرجل الصالح العادل حتى نزلوا في منطقة تسمى بالبيس عندما وصلوا إلى بالبيس في منطقة بالبيس على الرمال الصفراء المنبسطة رأى نجم الدين أخاه العادل سيف الدين مكبلا بالأغلال زليلا في خيمة يقف عليها مجموعة من الحراس الغلازي أشده نظر نجم الدين في داخل الخيمة فوجد أخوه محبوسا لا حول له ولا قوة قال نجم الدين هذا جزاء الظالمين العابثين بأموال الناس ودمائهم وعراضهم إن الله ليملي للظالم حتى يأخذه فإذا أخذه لم يفلته ربنا سبحانه وتعالى بيسب الظالم يظلم مرة واثنين وثلاثة إلى أن يقع ولكن إذا وقع لن يفلته الله ليأخذ عقاب طبعا شامر الدر الدر كانت تتمنى لو طار بها طار بها الهودج إلى قلة الجبل ليه يعني طبيعا أن الستات بيحب يكدر بعض فهي عايزة توصل بسرعة حتى لا تغرب سوداء بنت الفقي اللي تلقى جزائها بسرعة قبل هروب سوداء بنت الفقي ثم عبر نجم الدين القرار بمواصلة المسير إلى أن وصل إلى قلة الجبل وقام بتحرير قام نجم الدين بتحرير الأمير مين باه مين اللي كان مسجون وكان نجم الدين مهتم به أوي وزيعت جدا عليه لما عرف أنه هو مسجون أول ما قام به نجم الدين عندما تولى الحكم عندما وصل إلى قلة الجبل تفتكروا مين مين يجاوب يلا شكرا مين شكرا مين اللي نجم الدين هيصدر قرار بالإفراج عنه أحسنت يا روان بارك الله وفيك مش أقول لي الإجابة عشان مستنى الناس مش أقول روان كتبت إيه عشان نشوف الناس هتكتب إيه شكرا هتكتب على ما الناس تكتب يلا وتخلص نخش على كهوت عشان نعمل مسابقة كهوت على درس المنادة نبدأ بقى نجيب الدروس كده بتاعت النحو تمام فخر الدين ابن شيخ الشيوخ اول واحد هيفكر فيه نجم الدين في الافراج عنه هو صديقه فخر الدين ابن شيخ الشيوخ احسنتم برغ الله فيكم يلا نخش على كهوت عشان نعمل مسابقة كده سريعة قبل ما ننتقل عشان نحل مع بعض شوية نحو كده روان فقط هي اللي دخلت شباب روان فقط هي اللي دخلت روان فقط هي اللي دخلت كده روان وصابر من تاني في حد مش عارف يدخل روان فقط هي اللي دخلت او سؤال يتكون اسلوب النداء من فعل والفاعل والمنادى واللادات النداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حرف نداء مستخدم لنداء تكون بريد مستخدمي تكون بريد مستخدمي تكون بريد مستخدمي اشتركوا في القناة 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 كان الشيخ محمد صديق المنشاوي نمطا فريدا في قراءة القرآن الكريم بدأ حياته منذ صغري وقد طاف بالوطن العربي معظم يكرأ للعرب كلهم وقد أطرقنا صوته عذوبته أعرف ماذا تأخذ كان الشيخ محمد صديق المنشاوي نمطا ما إعراب كلمة نمطا علشان أعرف الكلمة صح لازم أجيب الكلمة من الجملة من أولها نمطا دي بداية الجملة بتاعتها فينا لأن كلمة كان كان هي بداية الجملة فكان فعل ماضي ناسخ الشيخ اسم كان كان الشيخ ماله نمطا لأنه هي المتمم لمعنى الجملة والخبر يا شباب الخبر بسأل عنه بماله الخبر بسأل عنه بماله كان الشيخ ماله نمطا نمطا فريدا في قراءة القرآن قراءة القرآن كلمة القرآن تتعري بإيه قراءة بتاع إيه بتاع القرآن بتاع إيه يبقى مضاف إليه بتاع إيه مضاف إليه قراءة القرآن يبقى القرآن مضاف إليه مجروب الكسرة وقد أطرابنا صوته أطرابنا فإن بداية الجملة؟ بداية الجملة هي أطربة لأن أطربة فاعل ماضي من اللي أطرب؟ صوته صوته أصل الجملة أطرب صوته نحن لأنه يبقى صوته صوته فاعل ونرفعه علامة رافي الضمة ولهذا مير متصل مبني في محل جر مضاف إليه استخرج من الفكرة السابقة ما يلي بدلا مطابقا مرفوعا وآخر مجرورا بدل بعض من كل وبين الرابط طبعا لازم يكون البدل بعض من كله والإجتمال فهم رابط بدل اجتمال وعربه نعت مفردا منصوبا وآخر مفرد مجرور بتوكيد وعربه معطوف وعربه وطبعا نحن في تالت إعدادي عندنا الأسئلة بتاعة النحو القديمة كلها مكررة علينا يعني مش نفيش حاجة اسمها نمتحنا على الأربع دروس اللي عندنا في النحو خلاص لأن النحو كله مكرر نشوف الإجابات كده مين جاوب سريع أحسنتي أروان أحسنتي أحمد يعصام خبر كان تمام مضاف إليه تمام مضاف إليه تمام فعل فعل مرفوع طيب الاستخراجات بقى نتنقل بسرعة شباب يلا على الاستخراجات في كل استخراج لازم نقرأ الفكرة كويس أحمد أصام قال محمد الشيخ محمد بدل كل من كل ومعظمه بدل بعض من كل بدل مطابقا مرفوعا وآخر مجرورا خد بالك يا محمد كلمة معظمه بدل ها بدل ايه بعض من كل معظمه بعض من كل نطلع البدل الكل من كل أو المطابق كان الشيخ محمد زي ما انتقول محمد طبعا بدل محمد صدوك المنشاوي نمطا فريدا في قراءة القرآن الكريم بدل بعض من كل وانتم معظمه صح بدل اجتمال بدل اجتمال والاجتمال ده بيكون حاجة معنوية حاجة مش بشوفها حاجة مش بقدر ألمسها بايدي بدل الاجتمال وأضط أطرابنا صوته عذوبته تمام عذوبته صوته عذوبته يبقى عذوبته دي بدل بعض بدل اجتمال نعت مفرد منصوب وآخر مكرور شيخ محمد صديد ده نعت نمطا فريدا نمطا فريدا بوصف كلمة النمط بأنها فريد كمان يبقى فريدا نعت منصوب في قراءة الكرآن الكرآن على إبناء مضافي ليه مبرور بالكسرة بس الكريم الكرآن الكريم يبقى نعت مضرور بالكسرة برابو توكيد وأعرفه التوكيد ده بينقسم إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي توكيد اللفظ يكون بتكرار للفظ والتوكيد المعنوي اللي هي كلمات نفس وعين وكل وكلت وكل وجميع فيكرأ للعرب كلهم بشرط لازم يمكن حزف التوكيد ولا يؤثر في الجمع عن الجملة والشرط التاني أن يكون من الكلمات اللي احنا قلناهم ويكون متصل بهم ضمير يعود على المؤكد يقرأ للعرب الجملة خلصت وجاءت كلهم تفيد التوكيد بالفعل يبقى ده توكيد معنوي مضرور بالكسرة معطوفا وأعرفه طبعا يا جملة قد أطربنا صوته معطوفا على ما قبلها في محل رفع سؤال الثاني والأخير إن شاء الله عين فعل المتح والزم والفاعل والمخصوص عين فعل المتح والزم حب ذا الإخلاص في العمل حب ذا الإخلاص الفاعل وعايز الفاعل المتح والزم والفاعل والمخصوص يعني عايز مكونات الأسلوب كله طبعا حب الفاعل وذا الفاعل والكلمة اللي بتجي على طول بعضهم بتكون هي المخصوص بئس خلقا خلف الوعدي بئس الفاعل والفاعل ما تقولش خلقا عشان لما نصوبها يبقى خلقا هتبقى تمييز والفاعل بتاعه بيكون ضمير مستتر خلفه بيكون طبعا هي المخصوص وتعارب مبتدأ وخبر لا حب ذا الكتاب دا أسلوب زم حب الفاعل وذا الفاعل مشارة مبنى في محل رافع فاعل والكذب مخصوص بئس رفيق السوء المنافق بئس الفاعل رفيق الفاعل والمنافق مخصوص بئس 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 مثوى الكافرين بئس الفاعل ومثوى الفاعل والكافرين أيوة فوق مضاف إليه مجرور بليا ومين فين المخصوص نعم مخصوص بالزم هو مثوى الكافرين هيكون فين في النار يبقى قد يحزف المخصوص للعلم به يبقى المخصوص هنا محزوف تقديره النار نعم من تصاحبه المخلص نعم الفاعل والفاعل اسمه منصول من بمعنى الذي والمخلص هو المخصوص بالمعنى شكرا على حسن المشاهدة ما تنسوش والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرز عشان يوصلكوا كل جديد